نعم ممكن أن يكون هذا السلاح أو بالأحرى هو أصبح يعني ورقة في يد هذا التنظيم منذ عام 2013 عندما كشفت الاستخبارات العراقية استخدام هذا التنظيم غاز الكلور البدائي وكانت هناك أعراض على عدد من أفراد الشرطة بالإضافة إلى استخدام هذا بالإضافة إلى تقارير أخرى الاستخبارات المركزية كشفت في يونيو عام 2014 بأن هذا التنظيم يستخدم أو يملك السارين ولذلك هذا التنظيم ممكن أن يستخدمه عندما تكون هناك ضغوطات إقليمية أو دولية